استقبل المرشح الرئاسي فريد زهران وفدا من أعضاء تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين وذلك بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وشهد اللقاء مناقشة العديد من القضايا السياسية والاقتصادية التي يتبنها زهران في خطابه وبرنامجه الانتخابي والتي ناقشه فيها أعضاء التنصيقية عبر طرح العديد من الأسئلة حول رأيه بشكل عام في الانتخابات حتى الآن واستضاح رأيه في ملفات الإصلاح السياسي والسياسة الخارجية والملف الاقتصادي